طلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في هذا الدرس الرابع من سلسلة الدروس الموجزة عن القانون الدول العام وأخصص هذا الدرس الحديث عن مصادر القانون الدول العام وأساس إلزاميتها وتصنيفها وتدرجها هذه المصادر كان بشأنها جدل فقهي قديم ولا يزال إلى حد ما حول تعدادها وطبيعتها الإلزامية وتدرج قيمتها لكن يمكن القول أن المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة الدولية حسمت إلى حد كبير هذا الخلاف الفقهي وأصبح النقاش اليوم يدور حول تفسير مضمون هذه المادة ومغزاها لكن قبل الحديث عن مضمون هذه المادة أود أن أذكركم بأمرين إثنين أولاً أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضاء الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة والفكرة الثانية أن نظامها الأساسي ملحق بمثاق منظمة الأمم المتحدة بمعنى أنه يعد جزءاً لا يتجزأ من مثاق منظمة الأمم المتحدة وهذا ما يعزز قوته ومكانته في القانون الدولي قبل أن نتحدث عن تصنيف هذه المصادر وتدرجها أود أن أثير موضوعاً في غاية الأهمية ويتعلق بأساس إلزامية هذه المصادر بل وأساس إلزامية القانون الدولي العام في حد ذاته هناك نظريات ومذاهب شتى حاولت أن تتصدى لهذا الموضوع وتفسر أساس إلزامية القانون الدولي العام لكن سأركز في هذه المحاضرة على أهم هذه النظريات وهما نظريتان إثنتان أولاً النظرية الإرادية وتسمى أيضاً المذهب الإرادي هذه النظرية ترى أن أساس إلزامية القاعدة القانونية الدولية نابع من إرادة الدول نفسها سواء تعلق الأمر بالإرادة المنفردة لكل دولة على حد أو الإرادة المشتركة للدول التي تحيل إلى توافقها سواء في سيرة المعاهدات الدولية وتكون هذه الإرادة صريحة أو توافقها الضمني على الاقتناع بتحول بعض ممارستها الدولية إلى قاعدة عرفية إلزامية أما النظرية الثانية وتسمى أيضاً المذهب الموضوعي قال هذه النظرية أن أساس إلزامية قواعد القانونية الدولي العام يوجد خارج إرادة الدول بل وأن مصدر هذا الإلزام أسمى من إرادة الدول لكن أنصار هذه النظرية اختلفوا عن هذا الأساس البعض أرجعه إلى القانون الطبيعي البعض أرجعه إلى القانون الموضوعي البعض تحدث عن مبادئ الإنصاف والعدالة باعتبارها قواعد وقيم تسمع عن إرادة الدول وإن كان أنصار هذه النظرية اختلفوا عن أساس هذه الإلزامية لكن اتفقوا جميعهم على أن أساس إلزامية قواعد القانون الدولي توجد في مصدر أسمى من إرادة الدول لكن الراجح أن أساس إلزامية قواعد القانون الدولي هو إرادة الدولي نفسها سواء الصريحة أو الذمنية سواء كانت هذه الإرادة صريحة أو ذمنية وسواء كانت هذه الإرادة أيضا منفردة أو مشتركة لذلك يوصف القانون الدولي بكونه قانونا رضائيا لأنه يعكس إرادة الدول الحرة المعبر عنها كما قلت إما في العرف الدولي معبر عنها بشكل ضمني في العرف الدولي أو بشكل صريح في الاتفاقيات الدولية ونبهكم طلاب الأعزاء أنني في هذه المحاضرات لا أدخل في التفريعات والتفاصيل الكثيرة والمذاهب والجدل الفقهي والأراء الفقهية والقانونية والاجتهادات القضائية الكثيرة التي قد تسبب لكم غبشا ولبسا أنا في هذه المحاضرات أركز على المفاهيم الأساسية التي تجعلكم تفهمون القانون الدولي ومبادئه بشكل واضح دون التفريعات والتفاصيل التي يمكن أن تعمقوا معارفكم بها في المستقبل إن شاء الله أما فيما يتعلق بتصنيف مصادر القانون الدولي فرغم الخلاف حول هذا التصنيف أحيانا نجد بعض الكتب حتى كتب المقرر نجد فيها بعض الخلافات بشأن تصنيفها وما هي المصاري تعد رسمية وغير ذلك لكن هناك اتجاه عام يقسم هذه المصادر إلى قسمين أو إلى نوعين أولا المصادر الأولية وتسميها البعض أيضا رسمية أو شكلية يعني primary sources إذا سميناها الأولية أو formal sources إذا سميناها رسمية أو شكلية حسب الترجمة وتمثل هذه المصادر الرسمية أو الأولية أولا اتفاقية الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون هذه المبادئ العامة للقانون ستعلق الأمر بمبادئ العامة للقانون وطن أو الدولي معهم والنوع الثاني هو المصادر الفرعية يسميها بعض الفقهاء مصادر مادية البعض يسميها مصادر تابعة احتياطية يعني بما يتعلق المصادر المادية تسمى material sources أو subsidiary sources بالنسبة إذا سميناها مصادر تابعة وغير ذلك هذه المصادر التابعة أو الثانوية أو الاحتياطية تمثلها قرارات من محاكم وطنية سواء كانت وطنية أو دولية بمعنى آخر أن المصدر الفرعي الأول هو القضاء هو القضاء الذي يحيل إلى قرارات المحاكم سواء كانت دولي أو وطنية وأذكركم كما أشرت في درس سابق إلى أن القانون الدولي العام لا يعترفوا بسوابق القضاء الملزم والمصدر الفرعي أو الاحتياطي الثاني هو الفقه والبعض يسميه أراء الفقهاء القانون لكن هنا المقصود أساسا هي كتابات ومؤلفات كبار فقهاء القانون العام هذه المصادر التي ذكرتها هي التي تنص عليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فحيثما ذهبتم إلى أي جامعة في العالم يدرس فيها القانون الدولي العام ستجدون أن مقرر هذه المادة في الفصل الخاص بمصادر القانون الدولي يحيل دائما إلى المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فهي التي تعدل المرجع الأساسي لتعداد مصادر القانون الدولي العام وهي كالآتي سأذكرها ولكن لا يعني هذا الترتيب أي هذا التعداد لا يعني بأنها متدرجة من حيث القوى القانونية أولاً المعاهدات الدولية ثانياً العرف الدولي ثالثاً مبادئ العامة للقانون رابعاً القضاء أو قرارات المحاكم وخامساً الفقه والذي نعني به كتابات ومؤلفات واجتهادات كبار فقهاء القانون العام وينبغي أن أشير هنا إلى أن القانون الدولي العام أصله عرفي وتم تدوين قواعده لاحقاً في اتفاقيات ومعاهدات وموافق إلى غير ذلك بمعنى أصل جل قواعد القانون الدولي هي عرفية نابعة من ممارسة الدول التي تحولت إلى قواعد عرفية وتم تدوينها لاحقاً في المعاهدات واتفاقيات والموافق الدولية إذا كانت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العادل الدولية ذكرت هذه المصادر الخمسة فهل هذا الترتيب الذي وردت فيه هذه المصادر يعد تدرجاً ويحيل إلى وجود تراتبية وتسلسل من حيث قيمتها القانونية أم أن هذا الترتيب لا يعد أن يكون ترتيباً أفقياً وليس عمودياً بمعنى هل يلتزم القاضي الدولي باتباع الترتيب كما ورد في هذه المادة المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العادل الدولية طبعاً لماذا ذكرت في هذه المادة؟ فهذه المادة نصت على هذه المصادر باعتبارها المصادر التي تعتمد عليها محكمة العادل الدولية حينما تقوم بوظيفتها لكن أقول بأنه رغم أن النقاش حول تدرج مصادر القانون الدولي هو نقاش قديم جداً قبل حتى إنشاء محكمة العادل الدولية أو منظمة الأمم المتحدة وكان كما قلت قبل صياغة هذه المادة في النظام الأساسي لمحكمة العادل الدولية ومع ذلك لم تشر هذه المادة إلى هذا التدرج أو إلى التسلسل من حيث القيمة القانونية وخاصة ما يتعلق بالمصدرين المهمين المعادات والعرف لذلك فعدم النص على هذا التدرج ليس مجرد سهو بل هو أعتبره أمراً مقصوداً وهذا ما يرجح أن يكون هذا الترتيب مجرد تعداد لهذه المصادر التي على المحكمة أن تعتمد عليها عندما تقوم بوظيفتها سواء الوظيفة إصدار قرارات ملزمة أو تقديم أراء استشارية وقد ذكرت هذه المصادر بطريقة أفقية كما قلت رغم هذا الترتيب لكن يعد هذا الترتيب أفقياً وليس عمودياً وكأنها متساوية وليست عمودية وهذا ما جعل البعض يذهب إلى أن هذه المصادر تشكل فيما بينها في مجموعها كتلة منصهرة ومندمجة وأن القاضي الدولي ينبغي أن ينظر فيها بشكل متزامن عندما يبتس ويضحص أي قضية دولية بمعنى أنه ليس مثل القاضي الوطني الذي ينظر في القواعد المكتوبة وبعد ذلك يأتي العرف وإلى غير ذلك في القانون الوطني هناك ما يسمى بتدرج القوانين الدستور هو المصدر الأسمر للقانون وبعد ذلك التشريع العادي وإلى آخره يعني حسب الترتيب المعترف به في القانون الوطني هذا التدرج للقوانين غير موجود هذا الترتيب للقوانين غير معترف به وغير موجود على الأقل على المستوى النظري في القانون الدولي العام قد يختلف الأمر في التطبيق لكن على المستوى النظري يجمع تقريبا أفقهاء القانون الدولي أن هذه المادة المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي لا تشير لا صراحة ولا ضمنا إلى هذا التدرج لا سيما فيما يتعلق بالمصدرين الكبيرين والمهمين وهما المعاهدات الدولية والعرف الدولي والسؤال يطرح هنا حينما تتعارض قواعد دولية عرفية يعني قواعد القانون العرفي مع قواعد موجودة أو متضمنة في اتفاقيات دولية فالقاعدة العامة هنا التي ينبغي أن تتذكرها دائما يرجح اللاحق على السابق يرجح اللاحق على السابق وهذا الأمر استثناء في القانون الدولي يعني في القانون الوطني دائما نعطي الأولوية للقواعد المكتوبة إذا تعارضت قاعدة عرفية مع قاعدة مكتوبة في القانون الوطني ترجح القاعدة المكتوبة لكن في القانون الدولي لكن في القانون الدولي الأمر على خلاف ذلك إذا كان هناك تنازع بين قاعدة قانونية مورفية وقاعدة قانونية في معاهدة دولية فالمبدأ العام الذي يؤخذ به هو أننا ماذا نرجح ونأخذ باللاحق وليس بالسابق بمعنى يمكن هنا للقاعدة العرفية أن تلغي وتنسخ قاعدة مكتوبة في معاهدة دولية بغض النظر عن هذه المعاهدة الدولية قد تكون تعديد الأطراف وفيها عشرات الدول لأن في نهاية المطاف فإن فإن المعاهدة الدولية تنشئ ماذا تنشئ التزامات تعاقدية بينما العرف يسري على جميع الدول وهذا من مميزات القاعدة العرفية في القانون الدولي مقارنة مع القانون الوطني لأن مدى العرف كما قلت مدى العرف ومداه واتساعه أوسع من الاتفاقية الدولية كما قلت مهما تعددت أطرافها لأن في نهاية المطاف تنشئ التزامات تعاقدية بين أطرافها فحسب ولا تسري على غير الأطراف وهذا ما يسمى نسبة المعاهدة الدولية الدول لا تنشئ حقوقا ولا التزامات على الدول غير الأطراف إلا في استثناءات قريمة جدا قاعدة العامة أن المعاهدات الدولية لا تنشئ حقوقا لصالح غير الأطراف ولا تنشئ التزامات على غير الأطراف إلا برضى هذه الدول المعنية وأما العرف يسري على جميع الدول وبالإضافة إلى تطبيق قاعدة الترجيح اللاحق على السابق إذا حدث التنازع بين معاهدة دولية وقاعدة عرفية ينبغي أيضا ترجيح الخاص والمحدد عن العام والشامل وهذا أمر يسري في جميع فروع القانون عندما تتعارض قوانين عندما تتعارض قوانين عامة مع قوانين محددة حيث تعتى الأولوية للمحدد وهناك قاعدة أصولها معروفة إذا تعارض لفظاني خاص وعام بني العام على الخاص هذا من الناحية النظرية أما من الناحية العملية يعني نتساءل بأي قاعدة يأخذ القضاء الدولي من ناحية العملية من حيث ممارسة القضاء الدولي نجد أنه يعطي الأولوية عادة للمعاهدات الدولية عن العرف الدولي وحجته في ذلك أن المعاهدات الدولية تكون أكثر تخصيصا من العرف الدولي يعني يأخذ بهذا المبدأ الذي ذكرت وآنفا أن الخاص يسبق عن العام كما أن أيضا معهد القانون الدولي ذهب في هذا الاتجاه حيث ساوى من الناحية النظرية من الناحية القانونية من حيث القوة القانونية ساوى بين القواعد المستمدة من المعاهدات الدولية وأيضا وبين القواعد المستمدة من العرف لكنه أعطى الأسبقية في التطبيق للمعاهدات الدولية لكن هناك بعض الاستثناء على هذا التدرج ولعل أشهرها موقع وقيمة ميثاق منظمة الأمم المتحدة باعتبارها اتفاقية دولية متعددة الأطراف فأعطت لنفسها أعطى الميثاق منظمة الأمم المتحدة أعطى لنفسه في المادة 103 نوع من السمو عن باقي المعاهدات الدولية بل عن باقي كل مصادر القانون الدولي حيث ينص أنه في حالة ما إذا تعالت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء أمم المتحدة وفقا لأحكام الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق بمعنى أنه حسب هذا النص إذا أبرمت دول معاهدات أو اتفاقيات وكانت تتضمن بنودا تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة فالعبرة بالتزاماتها المتضمنة في الميثاق بمعنى يرجح الميثاق عن هذه المعاهدات الدولية وإن كانت أتت لاحقة فنحن نعرف بأن اللاحق يلغي السابق يرجح اللاحق لكن فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة فهناك استثناء ويعني ربما أن نفهم ذلك لأن منظمة الأمم المتحدة أنشئت من أجل أمن والسلم الدوليين وأن لها يعني وظائف سامية كبيرة جداً فأرادت الدول المنظمة المتحدة أن تحصن نيثاقها وأن تعتيه قوة أكثر من باقي المعاهدات الدولية البعض يرى أن هذا الاستثناء يسري على المعاهدات فقط لكنني شخصياً أرى أنه يسري على جميع الالتزامات الدولية للدول سواء كانت اتفاقية أو عرفية لأن المادة 103 من نتاق لم يشير إلى الاتفاقيات بل أشار إلى أي التزام دولي ونحن نعرف أن التزام الدولي قد يكون عرفياً وقد يكون اتفاقياً أرجو أن تكون قد فهمتم هذا الإطار العام لمصادر القانون الدولي العام التي تجد مرجعها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أرجو أن تكون قد فهمتم المحاولة التي طرحتها أريد أن أقوم باختصار بملخص سريع لما تناولته في هذا الدرس المرجع الأول المرجع الأساسي لهذه المصادر الموجودة في المتاق الأمم المتحدة عفواً موجودة في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأنبهكم إلى ضرورة العودة إلى هذا النظام الأساسي محكمة العدل الدولية ستجدونه في أكثر من مرجع في محركة البحث فتلقي عليه نظرة لتقرؤه في صيرته الأصلية ثم تحدثت على أن هناك جدال حول هذه المصادر وتعدادها لكن هذه المادة لحد ما حسمت هذا الخلاف تحدثت أيضاً على تقسيم هذه المصادر إلى مجموعتين المجموعة الأولية تضم المصادر الأصلية أو الأولية أو الأساسية وتضم المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون والمجموعة الثانية تضم المصادر الفرعية أو الثانوية أو الاحتياطية وتضم كل من القضاء والفقه وهي قيمتها أقل من المصادر الثلاثة الأولى وتحدثت في الأخير على أن هذه المادة المادة 38 لم تشر صراحة إلى وجود طاراتوبيو تسلسل من حيث القيمة القارونية لهذه المصادر باستثناء أنها ذكرت أن الفقه والقضاء هم أدوات ثانوية لأستنباط قواعد جديدة في القانون الدولي أما ما يتعلق على الأقل بالمعاهدات والعرف فلهما نفس القيمة القانونية لا نفس القيمة القانونية من ناحية النظرية لا يعني لا يسمو مصدر على الآخر لكن من ناحية العملية فالقضاء الدولي يعطي عادة أولوية للمعاهدات الدولية على العرف وله حجج في ذلك ومن بينها أنه يعتبر أن المعاهدات الدولية تخصص يعني تخصص وتحدد ما يعني يوجد في العرف بمعنى أن هي مصادر أو قواعد خاصة ومحددة ونحن نعرف هذه القاعدة في القوانين أن يرجح دائما القواعد الخاصة عن القواعد العامة أراكم في الدرس اللاحق الذي سأتناول فيه المعاهدات الدولية بنوع من التفصيل والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة